مرحبا بكم تحياتي للجميع أهلا وسهلا ومرحبا إذن اليوم باش نترقوا الموضوع هام وهام جدا اتهامات خطيرة ضد الرئيس قيس سعيد إذن محمد بوغلاب يكشف تفاصيل خطيرة على الرئيس قيس سعيد كما قلت لكم وسبق في فيديوهات سابقة إنه قربة الانتخابات الرئاسية كل واحد يجلو بدلواه كل واحد يكذب أكاذيب على الرئيس ويشوهلوا صورته ولكن في الفيديوهات أنا حبيت نوضح لكم باش تشوفوا محمد بوغلاب هذا المعتوه شنوحكيه على الرئيس قيس سعيد ولكن قبل كل هذا اشترك في القناة وتفعيل الجرس ولايك للفيديو عديد الأخبار في هذا الفيديو كونوا في المتابعة طولت في المقدمة شوية فقط الله غالب لأنه استفزني اللي قالوا محمد بوغلاب إذن حلال على الرئيس حرام على المعارضة الصحفي تونسي يعلق على بيان الرئاسة بشأن التواصل مع الأجنبية كشف الصحفي محمد بوغلاب أنه رئيس الجمهورية قيس سعيد قابل سفراء أجانب أثناء حملتها الانتخابية الرئاسية في 2019 وأوضح بوغلاب أنه بيان الرئاسة الأخيرة الذي اتهم فيها الرئيس التونسي قيس سعيد شخصيات سياسية بمقابلة سفراء دول أجنبية يشمل الرئيس مضيفا أن القانون يجب أن يطبق على الجميع وأكد بوغلاب في برنامج تلفزيوني يبث على قناة قرطاج بلوس أنه رئيس قيس سعيد أعترف في حوار سابق أنه التقى شخصيات أجنبية والسفراء خارج المقرات مضيفا الممنوع ممنوع على الجميع دون استثناء واستنكر بوغلاب ما سماها البيانات الغير واضحة التي تصدرها الرئاسة مشيرا إلى أن التونسيين أصبحوا ينتظرون المفسرين موالينا للسلطة لتباين مضمين هذه البيانات وقال بوغلاب أنه وزير التجارة الأسبق المنظر الزنادي الذي ارتبط اسمه ببيان الرئاسة اجتمع بالشخص ذاته يشتغل في الصفارة الأمريكية في باريس الذي قبلها الرئيس قيس سعيد خلال حملتها الانتخابية وقال زنادي في تدوين على الفيسبوك حالة الأحباط والتخبط والانسداد انسداد الأفاق التي تمر بها بلادنا تتطلب التحلي بالمسؤولية والامتناع عن كل ما يمكن أن يزيد في تغذية الانقسامات وتعقيد الأوضاع والإساءة للوطن ويأتي موقف وزير الأسبق في ذل ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماع بكمال لفقيه وزير الداخلية ومراد سعدان المدير العام للأمن الوطني وحسين الغربي المدير العام الأمر الحرص الوطني وأشار سعيد خلال اللقاء إلى أنه لا تسامح مع من يرتمي في أحضان الخارج استعدادا للانتخابات ويتمسح كل يوم على أعتاب مقرات الدوائر الأجنبية في وقت سابق التهم رئيس الجمهورية شخصية تونسية بالتمسح على أعتاب دوائر أجنبية من أجل الوصول إلى السلطة ولم يكشف بيان رئاسة الجمهورية عن جهات التي تقف وراء هذه الممارسات ولا عن طبيعة هذه اللوبيات ولم تكشف كذلك عن الأسماء السياسيين المتورطين حسب السلطة في القيام باتصالات خارجية هدفها التفويض الحكم في تونس واعتاد الرئيس قيسس عيد في خطاباتها كيل التهم إلى المعارضة دون تحديد الأسماء أو ذكرى الجهات الخارجية وتقول المعارضة أن خطاب الرئيس قيسس عيد يهدف إلى مزيد التضييق على المكونات الحزبية والمدنية في مسعى منه للانفراد بالحكم وتتهم المعارضة قيسس عيد رئيس الجمهورية بمواصلة مشروعها القائم على نظامها الاستبدادي يقمع الحريات ويهدد الديمقراطية في تونس منذ اتخاذها الإجراءات الاستثنائية في 25 نائج ويليا 2021 وتقول المعارضة منها حركة النهضة والأحزاب الديمقراطية أنه استمرار احتقال السياسيين في قضية ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة والأحكام الأخيرة الصادرة في حق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي ثمانية سنوات نافذة تنزل في إطار مشروع سعيد لإقصاء خصومها السياسيين في مقابل ذلك يرفض الرئيس قيسس عيد اتهامات المعارضة والمنظمات الوسيطة والهيئات الحقوقية ويصف منتقديه بالخواناء والإرهابيين الكلام الاختيرة ذا حكى محمد أبو غلاب في برنامج تلفزي إذن نداء لرئيس قيسس عيد أن يوقف مثل هذه المهاطرات والاتهامات تأتجاهها وخاصة نحن على أبواب انتخابات محمد أبو غلاب يجب أن يحاسب في القريب العاجل انمروا للموضوع الموالي التبوبي من جديد قال مستعدون للسجن دفاعا عن الحقوق شوفوا شوه يقصد الضبط لأنه فما فيديو سابق حكينا فيه وقلنا أنه نوردين التبوبي سيحال على التحقيق هو وجملة من بعض الأسماء في اتحاد الشغل إذن شدد الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم نوردين التبوبي على أن المنظمة العملية أو العمالية مستمرة في دفاع عن حقوق النقابيين مشيرا إلى أن التتبعات أو تتبعات السلطة لن تثنيهم عن مصاريهم وقال التبوبي أمام حشد من أنصار المنظمة النقابية بالعاصمة أن الاتحاد مستعد للدفاع عن حقوقهم رغم حملة الإقافات والاعتقالات واصفا إياها بالسياسية وكان الاتحاد الشغل ندد بإيقاف عضو مكتبها التنفيذي الطهر البرباري على خلفية ما وصفه بي قضية مفتعلة قبل إطلاق صراحة في رسالة تحذيرية من السلطة قبل يوم من مسيرة نقبية أمام مقر الحكومة وتوجه التبوبي إلى العمال والنقابيين الحاضرين في التجمع بالقولة أقول للشامتين نحن قوتنا وإرادتنا من قواعدنا وأضاف لا نخاف التهديد بالسجن أقول لكل أعضاء المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية وقيادة المنظمة أحذروا أغتياتكم ولا مشكلة لنا في السجن وتابع الأمين العام لاتحاد الشغل لا أحد يملك سكوكا في الوطنية يحتكر توزيعها مضيفنا نحن في حاجة إلى التعقل وليس لخطاب يقسم التونسيين ونكون متحدين متضامنين من أجل السيادتنا الوطنية هذا الحكاة التبوبي هذه أنا نعتبره تهديدي صراحة تهديد صارخ نمر للموضوع الموالي صحوة متأخرة ولكن معلش داليل مبارك تعلق على تدوين الترجاء بن سلامة إذن نشرت عضو التهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين داليل مبارك تدوين مقتضبها على الفيسبوك أرفقتها بمنشور الأستاذة الجامعية رجاء بن سلامة أشهدت فيه بالتجمع العمال الذي نظمها اتحاد الشغل وقالت الباحثة رجاء بن سلامة صحوة المجتمع المدني والقوى الديمقراطية تجمع ناقبية حشاد وناجحة وعودة الشعارات التونسية البديعة حريات حريات دولة البوليس وفاة ولا خوف لرعب السلطة ملك الشعب إذن وأضافت في تدوين ذاتها روح الثورة مازالت تسري في البلاد نحن أهل البلاد ومواطنوها ولسنا رعاية وسنحميها من كل أشكال العنف والقصوى والإنكار وعلقت المحامية داليل مصدق على المنشور في كلمات مقتضبة جاء فيها صحوة متأخرة وصمت دفعنا ثمنه غاليا معلش والكلمة التي أرفقتها المحامية داليل مصدق معلش مستوحات من خطاب مراسل شبكة الجزيرة في قطاع غزة أثناء التوضيع أفراد من عائلتها استشهدوا جراء اللعدو الإسرائيلي وقال وائل الدحدوح كلمتها الشهيرة التي أصبحت وسام عزاء منصات التواصل الاجتماعي بيين تقموا منه بالولاد معلش وتحمل التدوين داليل مصدق رسالة ضمنية لاتحاد الشغلة الذي رفض سابقا دعا وجبة الخلاص الوطني للانضمام إلى المعارضة وأعلن موقفه صراحة من السلطة بقيادة الرئيس قيس سعيد هذا اللي قالته داليل مصدق شكرا على المتابعة والاهتمام كانت هذه أخبارنا لليوم ربي يحمي تونس ربي يحمي رئيسنا وربي يحمي شعبنا الأبي لا تنسوا مشاهدة هذه الفيديوهات على الشاشة وهذه آيقونة الاشتراك في القناة للي حب يشترك تضغط على الآيقونة ديكا تدخل للقناة تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس إذا تحب الأخبار اليومية والحصرية دونتوا في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء